وقعت الأطراف اليمنية اتفاق هذا أول اختراق في جدار الأزمة السياسية لكن ما لهذا وقع اتفاق السلم والشراكة إذ أفضى إلى انقلاب على النظام وإسقاط مؤسسات الدولة في مثل هذا اليوم من العام 2014 وقعت الأطراف اليمنية اتفاق السلم والشراكة الذي قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية وانسحاب ميليشيات الحوثي من العاصمة صنعة انقض شهر كامل حين ذاك ولم يتغير شيء حيث ظل تمدد الميليشيات الانقلابية عسكرياً في عدد من المحافظات في الوقت الذي لا يزال مسلحوها منتشرين في شوارع العاصمة بشدة يستنكر المجتمع الدولي ما أقدمت عليه جماعة الحوثي في اليمن لكن الجميع لا يعنيه ما يسير إليه البلد المغدور ومؤسساته استمر التصعيد من قبل الانقلابين الذين شكلوا تحالفاً بين القوى الرجعية المتمثلة بجماعة الحوثي والرئيس علي عبدالله صالح المخلوع من السلطة بثورة شبابية حينها حاولت بعض الأطراف تكريس دعوات السلام والعودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن العمل المسلح بينما كانت تقابل هذه الدعوات من قبل الانقلابيين بالاستهجان مضت سنوات الحرب بانتظار تعديل في سلوك الجماعة الانقلابية إذن ولم يحدث شيء في سلوكها المستند إلى إرث جهوي عنصري من خلاله وسعت الميليشيات ظاهرة استهداف الخصو في مقدمتها فكرة الدولة التي تتآكل على أيديها